هذه هي الحلقة التاسعة والثلاثون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة في حلقتنا الماضية وصلت معكم إلى رسالة عراقية تشتمل على ثلاثة أسئلة وبدأت بالإجابة من السؤال الثالث بسبب الوقت أجبت على السؤال الثالث والذي كان هل الإمام الحجة متزوج أم غير متزوج أجبت على هذا السؤال سأذهب إلى السؤال الثاني أجبت على السؤال الثالث في حلقة يوم أمس سأذهب إلى السؤال الثاني ما هو رأيكم بقصة لقاء الحاج البغدادي الواردة في كتاب مفاتيح الجنان الحاج البغدادي هو الذي ورد اسمه في القصة من أنه الحاج علي البغدادي بحسب القصة فإنه التقى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أنا لا أريد أن أذكر القصة لضيق الوقت بإمكانكم أن تعودوا إلى مفاتيح الجنان وهو كتاب متوفر في بيوتكم إن لم تكونوا قد اطلعتم عليها بإمكانكم أن تطلعوا عليها هذا هو مفاتيح الجنان المعرّب لأن الكتاب في أصله باللغة الفارسية للمحدث القمي وهذه النسخة المعروفة والمنتشرة في بيوتنا مفاتيح الجنان المعرّب عرّبه محمد رضا النوري النجفي وإلا فإن النسخة الأصلية لمفاتيح الجنان باللغة الفارسية هذه النسخة الأصلية لمفاتيح الجنان باللغة الفارسية للمحدث القمي بحسب هذه الطبعة التي بين يدي وهي طبعة تشابخان شفاق طهران إيران بحسب هذه الطبعة فإن الحكاية تبدأ من صفحة ستمية وثلاثة وثلاثة وهو يقول في مقدمة كلامه أعني المحدث القمي قد نقلها عن كتاب النجم الثاقب لأستاذه المحدث النوري عباس القمي من محدثي الشيعة الذي ألف مفاتيح الجنان ألفه باللغة الفارسية ولم يؤلفه باللغة العربية بعد ذلك ترجم إلى اللغة العربية حكاية حاج علي البغدادي أوردها عن كتاب من كتب أستاذه المحدث النوري كتابه أيضا باللغة الفارسية المحدث النوري النجم الثاقب وهذا الجزء الثاني من طبعة انتشارات مسجد مقدس جمكران مطبوعات مسجد جمكران إنه المسجد المهدوي المعروف في مدينة قوم المقدسة فهذا هو الجزء الثاني والكتاب كما قلت باللغة الفارسية تبدأ الحكاية صفحة خمسمية وثلاثة وسبعين وهي الحكاية الحادية والثلاثون بحسب تسلسل الحكايات والأحداث والوقائع التي أوردها المحدث النوري في كتابه هذا حيث ذكر مجموعة من الوقائع واللقاءات التي جرت زمان الغيبة فيما بين الشيعة وإمام زمانهم وهذه حكاية من الحكايات هذا الكتاب قد ترجمه ياسين الموسوي السيد ياسين الموسوي وهذا الجزء الثاني النجم الثاقب في أحوالي الإمامي الحجة الغائب للمحدث النوري المحدث النوري توفي سنة ألف وثلاثمية أو عشرين للهجرة نحن الآن في سنة ألف واربعمية وخمسة واربعين للهجرة وعلي البغدادي صاحب الحكاية كان معاصرا للمحدث النوري هذه الطبعة إنها الطبعة الأولى ألفين وسبعة ميلادي مطبعة وفا تبدأ الحكاية في الصفحة الخمسين بعد المئة الحكاية الحادية والثلاثون وأوردها المحدث النوري بصياغة تختلف عن الصياغة التي هي في النجم الثاقب النجم الثاقب للمحدث النوري هناك كتاب للمحدث النوري عنوانه جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة عليه السلام أو معجزته في الغيبة الكبرى للمحدث النوري طبع لوحده وألحق بالجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار هذا هو الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان بعد أن تنتهي أوراق الجزء الثالث والخمسين مما صنفه وكتبه المجلس يبدأ كتاب المحدث النوري جنة المأوى إلى آخر ما جاء في عنوان الكتاب أورد الحكاية تحت هذا العنوان الحكاية التاسعة والخمسون صفحة ثلاثمية واثناش وما بعدها هذه مصادر الحكاية قد تستغربون لماذا جئت بكل مصادر الحكاية فمصدرها الأول كما بيّنت لكم كتاب النجم الثاقب إنها الحكاية التي نقلها المحدث القمي في مفاتيح الجنان في النسخة الفارسية الأصل ومفاتيح الجنان ترجم إلى اللغة العربية إنها النسخة المتوفرة في بيوت الشيعة في بيوت الشيعة العرب وإلا في بيوت الشيعة الفرس فإن النسخة الأصل هي التي تتوفر عندهم هذا هو المصدر النجم الثاقب للمحدث النوري الذي نقل منه صاحب مفاتيح الجنان المحدث النوري كما قلت لكم كان معاصرا لعلي البغدادي صاحب الحكاية فذكر حكايته في كتابه النجم الثاقب وذكر حكايته أيضا في كتابه جنة المأوى النجم الثاقب باللغة الفارسية وجنة المأوى باللغة العربية حكاية من حكايات الشيعة الذين وفقوا للقاء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه السؤال الذي وجه إلي ما هو رأيكم بقصة لقاء الحاج البغدادي الواردة في كتاب مفاتيح الجنان الشيعة يمكن أن يلتق إمام زمانهم وهناك الكثير من الحوادث هذه الحوادث نقبلها بالإجمال لا نتعامل معها كما نتعامل مع الروايات والأحاديث التي نعرف مصادرها ونعرف رواتها ونعرف مضامينها التوقعات قطعا هي من جملة الروايات والأحاديث التوقعات إنها الرسائل التي وردت من إمام زماننا صلوات الله عليه زمان الغيبة الأولى الحوادث والوقائع التي نقلت زمان الغيبة الأولى أو الغيبة الثانية وهي التي نحن فيها من أن أشخاص من الشيعة وفقوا للقاء إمام زمانهم هذه الحوادث نقبلها بالجملة التفاصيل في هذه الحوادث نحاكمها نحن نحاكم الروايات والأحاديث التي نشك فيها هذا هو منهج العترة الطاهرة الروايات والأحاديث التي نشك فيها نحاكمها نعرضها على القرآن نعرضها على ما هو ثابت من دين العترة الطاهرة فحكاية علي البغدادي كسائر الحكايات الأخرى التي وصلت إلينا من أن نجمعا من الشيعة إن كان ذلك في الغيبة الأولى أو كان ذلك في الغيبة الثانية التي نحن فيها من أن نجمعا من الشيعة وفقوا للقاء إمام زمانه بالإجمال نقبل هذه الوقائع ونقبل هذه الأحداث ونقبل هذه الأحداث إذ لا يوجد مبرر لتكذيبها إلا إذا ثبت عندنا أن الحادثة قد كذبت على إمام زماننا من خلال أدلة تتوفر لدينا من خلال القرائن التي تحف الموضوع إلى غير ذلك يمكن أن تكون واقعة من الوقائع قد كذبها الكاذبون إذا ثبت ذلك فإننا نرفضها قطعا أما سائر الوقائع التي ينقلها الشيعة ولا نجد مبررا لتكذيبهم وهي تأتي في سياق ثقافتنا الدينية لا تكون خارجة عن الذي نعرفه من الثوابت في ثقافة العترة الطاهرة حينئذ لا نملك مبررا لتكذيبها لكننا إذا أردنا أن ندرس التفاصيل بدقة فعلينا أن نحاكمها وأن نعود بها إلى القرآن أو إلى ثوابت أحكام وأصول ثقافة العترة الطاهرة بخصوص حكاية علي البغدادي هناك أمران مهمان لا بد من الإشارة إليهما الأمر الأول هناك اختلاف في النقل الذي نقل الحادثة المحدث النوري في كتابين من كتبه في الكتاب الأول النجم الثاقب في الصفحة الثانية والخمسين بعد المائة من الجزء الثاني من النسخة المترجمة إلى اللغة العربية والتي ترجمها ياسين الموسوي ورد هذا الكلام وكان الاختلاف في النقل وكان الاختلاف في الجملة في موضعين أو ثلاثة وقد اعتذر عن ذلك بسبب طول المدة وكان الاختلاف في الجملة في موضعين أو ثلاثة وقد اعتذر عن ذلك بسبب طول المدة من الذي اعتذر عن هذا الخلل في النقل هو صاحب القصة علي البغدادي انا لا اريد ان اقرأ كل الكلام انما هي اشارات سريعة لان الحكاية طويلة وهناك تفصيل في الكلام هذا 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 الذي جاء في كتاب النجم الثاقب والذي هو في الاصل باللغة الفارسية للمحدث النوري وكان الاختلاف في الجملة في موضعين في جملة الحكاية او ثلاثة وقد اعتذر عن ذلك بسبب طول المدة المعتذر هو صاحب الحكاية علي البغدادي هذا في كتاب النجم الثاقب للمحدث النوري في جنة المأوى حيث اورد الحكاية ونقلها عما كتبه بقلمه محمد ابن احمد ابن الحسن الحسيني الكاظمي مسكنان من علماء الكاظمية وكان معاصرا للمحدث النوري فما الذي ذكره في نهاية ما كتبه محمد الحسيني الكاظمي قال وينبغي ان يعلم ان هذا الرجل والرجل المتقدم ذكره في القصة السابقة في قصة قبل هذه القصة اوردها المحدث النوري وهي الحكاية الثامنة والخمسون لا شأن لنا بها كلامنا عن الحكاية التاسعة والخمسين التي هي حكاية علي البغداد لان الحكايتين قد كتبهما بقلمه محمد الحسيني الكاظمي وينبغي ان يعلم ان هذا الرجل يعني علي البغدادي صاحب الحكاية ان هذا الرجل والرجل المتقدم ذكره في القصة السابقة هما من السوق من عوام الشيعة وقد حدثاني بهاذين الحديثين باللغة المصحفة المراد من اللغة المصحفة اللغة الدارجة اللهجة الشعبية وقد حدثاني بهاذين الحديثين باللغة المصحفة التي هي لسان اهل هذا الزمان فاللفظ مني هو الذي صاغ الحكاية بقلمه فاللفظ مني مع المحافظة التامة على المعنى فهو حديث بالمعنى ثم ذكر اسمه محمد بن أحمد بن الحسن الحسين الكاظم مسكنا إذا قمنا بعملية مقارنة دقيقة بين المكتوب في جنة المأوى والمثبت في النجم الثاقب مع العلم أن الكتابين لمؤلف واحد وهو المحدث النوري نجد اختلافا في تفاصيل ما جاء مثبتا في هذه الحكاية وهذا هو الذي أشرت إليه قبل قليل من أننا نقبل هذه الحكايات بالجملة وحينما نريد أن ندقق فيها فإننا نحاكمها إلى القرآن أو إلى الثابت من حديث العترة الطاهرة إذن نحن لا نملك نصا صحيحا كاملا مأخوذا من صاحب الحكاية نفسه وإنما نقلت الحكاية عنه نقلت باللغة الفارسية ترجمت إلى اللغة العربية وكتبها أحد علماء الكاظمية بحسب تعابيره هناك اختلاف بين هذه النقول وبغض النظر عن هذا الاختلاف مسألة واضحة في هذه الحكاية المسألة الواضحة في هذه الحكاية إمام زماننا يعبر عن مراجع النجف عن علماء الدين بأنهم وكلاؤه وعلي البغدادي كان قد دفع الخمس لهؤلاء العلماء لهؤلاء المراجع والإمام قال له بحسب الحكاية من أن الأموال قد وصلت إلى وكلائنا هذا الأمر يتعارض مع توقيع إسحاق بن يعقوب الذي هو سيد التوقعات توقيع إسحاق بن يعقوب كان مكتوباً بخط إمام زماننا ووصل إلى السفير الثاني والسفير الثاني سلمه لإسحاق بن يعقوب والكلين رواه هذا التوقيع عن إسحاق بن يعقوب كبراء الشيعة في ذلك الزمان نقلوا التوقيع عن الكلين وهذا الأمر مثبت في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة ومثبت أيضاً في كتاب الغيبة للطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة التوقيع الشريف واضح وواضح جداً إنني أقرأ من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة المرقمة خمسمية واثنعاش وَأَمَّا الْخُمْسِ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيَعَتِنَا الْكَلَامُ وَوَضِعُ وَأَمَّا الْخُمْسِ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيَعَتِنَا وَجُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث فما جاء في حكاية علي أهل بغداد يتعارض تعارضاً كاملاً مع هذا التوقيع فإما أن تكون الحكاية مكذوبة بكاملها وإما أن يكون هذا الجزء مكذوباً أضيف إلى الحكاية بقي هناك احتمال ضعيف أن علي البغداد يدفع الأخماس كحال الشيعة فإن مراجع النجف وكربلاء يضحكون على الشيعة في هذا الأمر فيكون الإمام هنا قد تكلم معه بلسان المجارات والمدارات وهذا بعيد جداً بعيد وبعيد جداً فإما أن تكون الحكاية مكذوبة بكاملها وليس عندنا من دليل على ذلك وإما أن يكون جزء من الحكاية مكذوباً وهو الذي يتعلق بوصف المراجع بأنهم وكلاء صاحب الزمان وكلاء صاحب الزمان لا يعرفون صاحب الزمان وكلاء صاحب الزمان لا يعرفون شؤون صاحب الزمان لا أريد الحديث في كل التفاصيل لكن في الحكاية نفسها فإن علي البغدادي الذي جاءت حكايته في مفاتيح الجنان وأقرأ من مفاتيح الجنان لأن الكتابة متوفر لديكم فهو يقول من أنه ذهب إلى النجف ودفع مقداراً من الخمس إلى مرتضى الأنصاري مرتضى الأنصاري هذا هو الذي يفتي بالتصرف بالأخماس بغض النظر هل أن الإمام الحجة يكون راضياً أو ليس راضياً وهذا مثبت في كتبه وقد قرأت هذا عدة مرات في برامج السابقة يمكنكم أن تعود إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع إنني ما جلبت كتابه كي أقرأ كلامه لضيق الوقت عودوا إلى الحلقات المختصة كي تطلع على كلام هذا المرجع الشيعي إنه يعتبر التصرف بأموال الأخماس زمان غيبة إمام زماننا إنه إحسان محط ما على فاعله من سبيل حتى لو كان يتصرف بطريقة مخالفة لما يريده إمام زماننا هذا الكلام واضح هذا كلام قذر لا يصدر إلا عن قذر فهل هؤلاء هم وكلاء صاحب الزمان هذه أكاذيب فإما أن تكون الحكاية مكذوبة بكاملها وإما أن يكون هذا الجزء الذي يرتبط بالخمس ودفع الخمس وبأن مراجع النجفي وكلاء صاحب الزمان أن يكون هذا الجزء مكذوبا لأنه يتعارض مع التوقيع الشريف وهو توقيع واضح وجلي على الأقل بالنسبة لي مع ملاحظة أن السؤال موجه إلي وأنا أجيب بحسب معلوماتي بالنسبة لي هذا التوقيع توقيع حقيقي صادر عن إمام زماننا بنحو قطعي لا شك فيه والإمام بنحو صريح يقول وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث فما معنى هذا الهراء ما معنى هذا الهراء وما قيمته هذا الذي يقال له مرتضى الأنصار الذي يفتري على إمام زماننا رجل كذاب كذاب بتمام معنى الكلمة هذه فتوى من أن تصرف المراجع بالخمس زمان الغيبة إنه إحسان محط ما على فاعله من سبيل حتى لو كان المرجع يتصرف بطريقة مخالفة لإمام زماننا هل هذا منطق شيعي هذا منطق قذر إلى أبعد حدود القذارة فكيف يكون هذا القذر بمنطقه القذر هذا وكيلا لإمام زماننا ولا أريد أن أتحدث عن الباقي الكلام هو هو المقنعة الرسالة العملية للشيخ المفيد متى انتهت الغيبة الأولى انتهت سنة ثلاثمية أو تسعة وعشرين متى توفي المفيد أربعمية وثلاثعش وفاته أربعمية وثلاثعش للهجرة والغيبة الأولى انتهت سنة ثلاثمية أو تسعة وعشرين مرجعية المفيد كانت في هذه الفترة إنه زمان قريب للغيبة الأولى زمان ملاصق للغيبة الأولى ماذا يقول المفيد في رسالته العملية المقنعة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة لا أريد أن أقرأ كل كلامه إذا أردتم الإطلاع على تفاصيل موضوع الخمس عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع في برامج السابقة فلقد تكلمت كثيرا عن هذا الموضوع هكذا يقول المفيد في الصفحة الخامسة والثمانين بعد المائتين وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك في موضوع الخمس عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال لماذا لماذا تفرقوا ألم يكون في زمن قريب من الغيبة الأولى والنواب الخاصون كانوا موجودين وكان أمر الخمس معروفا عند الشيعة ليس هناك من خمس منذ النصف الثاني من سفارة السفير الثاني وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك في موضوع الخمس عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال هؤلاء هم نواب صاحب الزمان وهم لا يعرفون حكم صاحب الزمان أي نواب هؤلاء مسخرة هؤلاء وهذه المسخرة تستمر إلى يومنا هذا فما جاء في حكاية علي البغدادي بخصوص الخمس وبخصوص أن المراجع وكلاء الإمام هذا جزء من المسخرة وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام وهؤلاء هم المصيبون وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار لا أريد أن أدخل في دقة موقف هؤلاء وعلى أي شيء اعتمدوا لا يبدو أنهم اعتمدوا على التوقيع الشريف مثل ما يقول المفيد وبعضهم يوجب كنزه أن يدفن في الأرض وبعضهم 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 إلى أن يقول في الصفحة السابعة والثمانين بعد المئتين هكذا يقول وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لماذا لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ هم ليسوا مطلعين على توقيع الإمام أي نواب للإمام هؤلاء أو أنهم اطلعوا عليه وما اعتبروه أسقطوه عن الاعتبار ولذا يقول لا يوجد هناك نص صريح عن الإمام يشخص لنا تكليفنا أي نواب هؤلاء هؤلاء هم مراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى حينما أقول لكم من أن الشيعة مسخرة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين وإلى اليوم هذه الحقائق بين أيديكم والمفيد توفي سنة أربعمية وثلاثة عشر قبل التاريخ الذي أتحدث عنه مشكلتنا بدأت منذ ذلك الوقت ولذا فإن إمام زماننا في رسالته التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية وعشر يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى أي شيء جنح مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ابتعدوا عن منهج السلف الصالح من أصحاب الأئمة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا الكلام في سنة 410 للهجرة ماذا سيقول إمام زماننا لهؤلاء الغبران الثولان في النجف وكربلاء في سنة 1445 للهجرة وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ هذا حال المفيد وأمثال المفيد هل هؤلاء نواب لصاحب الزمان لو كانوا نوابا لصاحب الزمان لا اهتدوا إلى ما يقوله صاحب الزمان ولذا فإنما جاء في حكاية علي البغداد بخصوص موضوع الخمس وبخصوص أن مراجع الحوزة الطوسية النجفية وكلاء صاحب الزمان هذا الكلام من أكاذيب علماء الشيعة هذا الكلام معارض لأمرين الأمر الأول التوقيع الشريف وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلا إلى وقت ظهور أمرنا والأمر الثاني الواقع الشيعي في زمن المفيد لم يكن مراجع الشيعة وكلاء للإمام لو كانوا وكلاء للإمام لعرفوا حكم الإمام في موضوع الخمس واختلف المراجع آنذاك بين من أسقط وجوبه وبين من أوجبه لكن يلقى في البحر وبين من أوجبه لكن يدفن في الأرض وهناك من أوجبه وأن تبقى الأموال أمانة تنقل من شخص إلى شخص إلى ظهور إمام زماننا وهناك وهناك أقوال كثيرة لو كانوا هؤلاء فعلا وكلاء للإمام لبين لهم الإمام بطريق جلي بطريق خفي لأرشدهم إلى التوقيع الشريف لكانوا قد وقعوا على هذا التوقيع الشريف هذا التوقيع مذكور في كتاب الصدق والصدق أستاذ المفيد الصدق ما هو ببعيد عن زمان المفيد وزمان المراجع الذين يتحدث عنهم المفيد من أنهم اختلفوا في حكم الخمس لكنهم مخذولون مخذولون هذه هي الحكاية هذه هي الحكاية من أولها إلى آخرها لا تتوقعوا أن المراجع المعاصرين من السيستان إلى البقية الباقية هم متيقنون من فتواهم بخصوص الخمس لا تتوقعوا هذا تضحكون على أنفسكم إذا كنتم تتوقعون هذا لو كانوا متيقنين من الموضوع لماذا يقولون لكم من أن أموال الخمس وهي في جيوبكم إنها أموال الإمام الحجة ولكن حينما تنتقل إلى جيوبهم تصبح أموالا مجهولة المالك هذا هو المثبت في كتبه هذه الحقيقة ماذا تثبت تثبت أنهم ليسوا متيقنين مما يقولونه ومما يفتون به بخصوص موضوع الخمس لكنها الأموال لكنها الدنيا لكنها المناصب لكنها ولكنها فهؤلاء الذين يكذبون على إمام زماننا سيكذبون على علي البغدادي ويكذبون على غير علي البغدادي النتيجة النهائية إما أن تكون الحكاية مكذوبة وأساسا لا يوجد شخص بهذا الاسم وإما أن تكون الحكاية مقبولة بالإجمال وهذا الجزء منها مكذوب هناك احتمال ضعيف جدا أن الإمام تحدث معه بلسان المجارات والمدارات وهذا بعيد جدا بعيد جدا نذهب إلى فاصل أذهب إلى السؤال الأول وهو السؤال الأخير في هذه الرسالة ما هو تفسير النص الوارد في زيارة الإمامين العسكريين صلوات الله عليهما السلام عليكم يا من بدى لله في شأنكما الجملة تتحدث عن قانون البداء السلام عليكم يا من بدى لله في شأنكما فهل أن قانون البداء قد جرى وفعل بخصوص هذين الإمامين نحن نخاطب إمامين معصومين نخاطب الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري صلوات الله عليهما السلام عليكم يا من بدى لله في شأنكما الشيعة يقرؤون هذا في مفاتيح الجنان في مفاتيح الجنان باللغة الفارسية بالنسبة للفرس للمتكلمين باللغة الفارسية مفاتيح الجنان المعرب للذين يتكلمون اللغة العربية وهذا هو الذي بين يدي مفاتيح الجنان المعرب في الفصل العاشر زيارة الأئمة في سامراء ماذا يقول المحدث القمي وهو قول غريب جدا أنا لا أستغرب من المحدث القمي مع أن الرجل من المحدثين مع أن الرجل من الذين عرف عنهم الصلاح لكنه يتخبط كثيرا يتخبط كثيرا على أي حال لست بصدد ذكري تخبط المحدث القمي في المفاتيح أو في بقية كتبه هو يقول وزرهما هذا كلام المحدث القمي صاحب المفاتيح وزرهما زر الإمامين العسكريين وزرهما بهذه الزيارة وهي أصح الزيارات يا أيها المحدث القمي هذه زيارة محرفة فكيف تكون أصح الزيارات وزرهما بهذه الزيارة وهي أصح الزيارات السلام عليكما يا وليي الله السلام عليكما يا حجتي الله السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الأرض السلام عليكما يا من بدى لله في شأنكما إلى آخر ما جاء في الزيارة هذه الزيارة نقلها المحدث القمي عن كامل الزيارات نذهب إلى كامل الزيارات هذا هو المصدر الأصل هذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران كامل الزيارات لابن قولوي رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 368 للهجرة وهذا الباب الثالث والمئة صفحة 328 إنه الحديث الأول زيارة للإمامين العسكريين السلام عليكم يا من بدى لله في شأنكما إذا أردنا أن نقارن فيما بين ما جاء في كامل الزيارات وما جاء في مفاتيح الجنان هناك اختلاف في العبارات سأقرأ لكم بداية الزيارة من مفاتيح الجنان المعرّق السلام عليكم يا وليي الله السلام عليكم يا حجتي الله السلام عليكم يا نوري الله في ظلمات الأرض السلام عليكم يا من بدى لله لله في شأنكما أتيتكما زائراً عارفاً بحقكما إلى آخر ما جاء في زيارة مفاتيح الجنان هنا دققوا النظر معي السلام عليكم يا وليي الله السلام عليكم يا حجتي الله السلام عليكم يا نوري الله في ظلمات الأرض السلام عليكم يا من بدى لله في شأنكما تأتي كلمات ليست موجودة في مفاتيح الجنان السلام عليكم يا حبيبي الله السلام عليكم يا إمامي الهدى أتيتكما عارفاً بحقكما معادياً لأعدائكما إلى آخر ما جاء في الزيارة هناك كلام مزيد في كامل الزيارات وهناك حذف في مفاتيح الجنان حتماً المحدث القمي ليس هو الذي قام بهذا وإنما نقل عن نسخ إما من نسخ كامل الزيارات أو من نسخ من كتب أخرى نقلت عن كامل الزيارات هذا تهذيب الأحكام للطوسي المتوفى سنة أربعمائة وستين للهجرة وهذا الجزء السادس من طبعة مطبعة صدوق طهران إيران أورد أورد الزيارة وجاء فيها السلام عليكما يا من بدى لله فيكما فارق كبير بين أن نقول مثل ما جاء في كامل الزيارات وما جاء في مفاتيح الجنان السلام عليكما يا من بدى لله في شأنكما في شأنكما في شؤونكم أما هنا في كتاب التهذيب للطوسي السلام عليكما يا من بدى لله في كما مرة يكون البداء في الشخص ومرة يكون البداء في شأنه فارق كبير وهذا تحريف هذا تحريف فمرة نقرأ يا من بدى لله في شأنكما مثل ما هو في كامل الزيارات وهو المصدر الأقدم فابن قولوي توفي سنة 368 للهجرة وهذا الطوسي في التهذيب يا من بدى لله فيكما وهو متوفى سنة 460 للهجرة هذه كتب الطوسي بعد حرق الكتب الشيعية في بغداد وأعاد الكتابة في النجف وهذا فقيه من لا يحضره الفقي الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 607 رقم الباب 311 الحديث الأول الزيارة نفسها ولكن العبارة ليست موجودة فيها لا هذه العبارة التي جاءت في كامل الزيارات يا من بدى لله في شعن كما ولا هذه العبارة التي جاءت في تهذيب الطوسي يا من بدى لله فيكما العبارة حينما أوردت حرفت لم تأتي بصيغة واحدة والمعنى كبير في الافتراق فيما بين العبارتين أما في كتاب الفقي فلا توجد هذه الكلمات السلام عليكم يا نوري الله في ظلمات الأرض أتيتكما عارفا بحقكما معاديا لأعدائكما لا توجد هذه العبارة المجلسي في الجزء التاسع والتسعين من بحار الأنوار والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والستين نقل الزيارة عن كامل الزيارات وردت العبارة السلام عليكم يا من بدى لله في شأنكما لكن بقية الكلمات لم تكن موجودة فهو نقل عن نسخة من كامل الزيارات ما جاء في كامل الزيارات في النسخة التي بين يدي السلام عليكم يا حبيبي الله السلام عليكم يا إمامي الهدى هذا الكلام ليس موجودا في بحار الأنوار والذي نقل من كامل الزيارات غريب المحدث القموي يقول عن الزيارة من أنها من أصح الزيارات أي زيارة هذه التي هي أصح الزيارات وكل هذا التحريف يظهر في هذه النسخ المتعددة في أمهات مصادرنا في أمهات مصادرنا كامل الزيارات تهذيب الأحكام من لا يحضره الفقيه المجلس في البحار ومفاتيح الجنان كتاب الأدعية الذي ينتشر في بيوت الشيعة لكن الغريبة أثبت النسخة المكذوب النسخة الصحيحة هي هذه التي جاءت في الفقيه فقيه من لا يحضره الفقيه لا توجد هذه العبارة المفيد في مزاره لم يثبت هذه العبارة العبارة ليست موجودة مثل ما جاء النص في من لا يحضره الفقيه وقد أشار إلى هذا المجلس في الصفحة الثانية والستين في الرقم السابع هكذا جاء في مزار المفيد إذا وردت مشهدهما مشهد الإمامين العسكريين صلى الله عليهما فاغتسل للزيارة إلى أن يقول ثم ذكر الزيارة بعينها إلا أنه بدل قوله يا من بدى لله في شعنكما بقوله يا أميني الله هو يقول بدل قوله لا يقصد أن المفيد حرف الكلام وإنما جاء في المثبت في مزار المفيد جاء هذا الكلام بدلا عن هذا الكلام لا بد أن نعرف من أن عربية المجلس مدخولة الرجل فارسي أصفهاني عربيته مدخولة في كل البحار هناك خلل واضح في عربيته لكننا إذا أردنا أن ننظر في مزار المفيد في الطبعة المعاصرة أثبتوا يا من بدى لله في شأنكما لكنهم جعلوه بين قوسين لماذا أثبتوا هذا مع أن المفيد لم يثبت هذا الكلام سيمر الزمان وسيحذف القوسان وسيكون النص الذي أثبته المفيد هكذا يا من بدى لله في شأنكما بينما المفيد لم يثبت هذا ولم يذكر هذا في كتابه هذه النسخة هي الجزء الخامس من مجموعة مصنفات الشيخ المفيد إنها طبعة مؤسسة التأريخ العربي المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى ألفية الشيخ المفيد في الصفحة الثالثة بعد المائتين من كتاب المزار مزار المفيد المفيد في مزاره الأصل لا توجد هذه العبارة والمجلس أشار إلى هذا وقرأته عليكم من الجزء التاسع والتسعين من بحار الأنوار وهؤلاء الذين أثبتوا هذا الكلام وضعوه بين قوسين وأشاروا في الحاشية بنحو غير واضح من أنهم أخذوا هذا من الكامل لكنهم لم يصرحوا بأن المفيد لم يثبت هذا في النص الأصلي هكذا تحرف الزيارة هذه زيارة محرفة فهذا كامل الزيارات يا من بدى لله في شعنكما وهذا تهذيب الأحكام يا من بدى لله فيكما فارق في شأنكما وفيكما وهذا الفقيه لا توجد فيه العبارة وكذلك مزار المفيد لكنهم في الطبعات الأخيرة الأخيرة أضاف الجملة التي جاءت في كامل الزيارات ووضعوها بين قوسين بمرور الأيام سيرفعون القوسين إنهم يفرحون حينما يجدون شيئا ينقص من شأن المعصومين يبادرون إلى إثباته بكل سرور بنية التحقيق وهذا التحقيق هذا هو التحقيق هذا هو التحقيق هذا هو التحقيق أي زيارة هذه التي هي أصح الزيارات زيارة محرفة لا تقرأ الزيارة التي في المفاتيح إنها زيارة محرفة صححوها بحسب ما جاء في الفقي بحسب ما جاء في الفقي وبحسب ما جاء في مزار المفيد في النسخة الأصلية لا في النسخة التي حرفوها الآن في النسخة الأصلية لا توجد هذه العبارة هناك من حرف الكتب ومثل ما قلت لكم هذه كتبنا الأصلية حرفوها بعد سنة أربعمية وثمانية وأربعين أحرقوا كتبنا في بغداد اتفاق واضح واضح اتفاق واضح بين العباسيين والسلاجق والطوسي وعدنان ابن الشريف الرضي اتفاق واضح فأحرقت كتبنا وذهب الطوسي إلى النجف وأسس المذهب الطوسي اللعين وأسس الحوزة الطوسية اللعينة وعبث بكتبنا هذه هي النتيجة لكن لكن برنامج هندسة العترة لحفظ دينها ومعارفها وثقافتها سيأتي من يأتي كي يطبقه ليكتشف الحقيقة وهذا صبي صغير أتحدث عن نفسي من صبيانهم يضع الحقائق بين أيديكم هذه زيارة محرفة محرفة من جهة اللفظ ومحرفة من جهة المعنى كيف يكون البداء جاريا في أئمتنا صلوات الله عليه قد يجري البداء في أزمنة في أمكنة ترتبط بالأئمة لكنها لا ترتبط بهم بنحو ذاتي وإنما الشعن يرتبط بالأمة فما تفعله الأمة في نفسها وما تفعله الأمة مع إمام زمانها يفسح المجال لقانون البداء لتغيير ما قدر من الأمر في كل سنة في كل ليلة قدر أما الأئمة الأئمة وشؤونهم التي فيما بينهم أو فيما بينهم وبين الله لا تكون خاضعة للبداء مستحيل هذا مستحيل هذا نذهب إلى فاصل قانون البداء هو القانون الأعلى في خارطة الخلق وحددتكم عن هذا فيما سلف من الحلقات المتقدمة حين كان الجواب يشتمل على ذكر خارطة الخلق على السؤال المرتبط بهذا الموضوع في وقته في الحلقة المختصة بهذا الشأن قانون البداء هو القانون الأعلى في خارطة الخلق ولكن قانون الولاية فوق هذا القانون وذل كل شيء لكم هكذا نخاطبهم في أزيارة الجامعة الكبيرة قانون البداء قانون مفرداته متحركة وتطبيقاته متغيرة هذا لا يمكن أن يجري على المثل الأعلى المثل الأعلى لا يتغير ولا يتبدل نقرأ في الآية الستين بعد البسملة من سورة النحل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء لا شأن لنا بهم حديثنا ليس في هذه الجهة للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولله المثل الأعلى هذا ما هو بشأن ذاتي لله المثل لا يكون شأن ذاتيا لله سيتعدد القدماء حينئذ سيكون الإله مركبا وحينما يكون الإله مركبا صار محتاجا إلى تركيب أجزائه ولله المثل الأعلى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى فمثل ما مثل السوء منفصل عن الذين لا يؤمنون بالآخرة المثل الأعلى منفصل عن الله هناك المثل الأعلى المثل الأعلى هو المخلوق الذي تجلت كل قدرة الله فيه هو المخلوق الذي تجلت كل حكمة الله فيه هذا هو المثل الأعلى الأعلى هذا فوق القواني فوق قوانين خارطة الخلق القانون الذي فوق المثل الأعلى قدرة الله يد الله يد الله فوق المثل الأعلى القانون الوحيد الذي فوق المثل الأعلى هو الله قدرة الله ج geil روته سلطانه وهو مع ذلك فإن سلطان الله يتجلى في المثل الأعلى فإن جبروت الله يتجلى في المثل الأعلى وإلا لا يمكن أن القرآن يصفه بهذا الوصف وليس هو الأعلى حقيقة وهو منسوب إلى الله الآية واضحة للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم هذا في سورة النحل في سورة الروم في الآية السابعة والعشرين بعد البسملة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى أين؟ في السماوات والأرض هذا منفصل عن الله ما هو بشأن ذاتي لله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وذل كل شيء لكم بالضبط مثل ما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم هذا هو المثل الأعلى والذي تصوره لنا بصورة رائعة سورة النور سورة النور في الآية الخامسة والثلاثين بعد البسملة تصور لنا المثل الأعلى بصورة تقريبية الله نور السماوات والأرض مثل نوره هذا هو المثل الأعلى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاج أية صورة مشرقة هذه وأية لوحة أخاذة إنها تأخذ بمجامع العقول والقلوب الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاج الزجاجة كأنها كوكب دري كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضي يضي لعلو منزلتها يكاد من أفعال المقاربة زيتها لا يضي إلا بقدرة الله لكن الآية تريد أن تقول لنا كأنها تضيء من دون قدرة الله يكاد زيتها يكاد هو لا يضيء إلا بقدرة الله إلا أن الآية استعملت هذا التعبير البليغ كي تشعرنا بعظمة منزلة هذه الشجرة إنها فاطمة هذه الشجرة فاطمة بحسب تأويلهم لقرآنهم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء هي الزهراء الزاهرة المزهرة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار إنها نار القدرة الإلهية نار الجبروت الإلهي ولو لم تمسسه نار هذه نار الجلال وهذا نور الجمال وهنا المشكات مشكات الكمال الآية تحدثنا عن نور الجمال وعن نار الجلال وعن مشكات الكمال وعن الشجرة المباركة الزيتونة التي يكاد زيتها يضيء يضيء ولو لم تمسسه نار النتيجة أين الزبدة أين نور على نور هذه حقيقة محمد وأهل محمد نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء هؤلاء هم نور الله ويضرب الله الأمثال للناس الحقيقة ليست كذلك هذا مثل تقريبي والأمثال تقرب من وجوه وتبعد من وجوه حتى لو كانت أمثالا إلهية وقرآنية لأنها تقرب من وجه وتبعد من وجه يقول القرآن عنها إنها أمثال لو كانت حقيقة كما هي الحقيقة لما وصفت بأنها مثل ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم لأن الناس لا يعون الحقائق لأن الناس لا يعون الأمثال هذه وإنما يأخذون منها بحسب أوعيتهم حقائق هذه الأمثال لا يدركها إلا العالمون القرآن هو الذي حدثنا إذا ما ذهبنا إلى سورة العنكبوت في سورة العنكبوت حينما يأتي هذا المثل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ماذا يأتي في سياق الآيات التي بعدها وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون مثل العنكبوت لا يعقلها لا يعقله إلا العالمون فماذا تقولون عن مثل المشكات والشجرة الزيتون إذا كان مثل بيت العنكبوت لا يعقله على الحقيقة إلا العالمون الله هو الذي يصفهم بأنهم عالمون لست أنا فما هو شأن هذا المثل صورة المثل الأعلى في القرآن هي هذه هنا تصور المثل الأعلى في الآية الخامسة والثلاثين بعد البسملة من سورة النور ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم نحن في الزيارة الجامعة الكبيرة إنه القول البليغ الكامل الذي وردنا عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه هكذا نسلم على محمد وآل محمد السلام على أئمة الهدى أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجة وأعلام التقى وذو النهى وأولي الحجة وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى هؤلاء هم المثل الأعلى صلواتهم صلواتهم تترى وتترى على المثل الأعلى المثل الأعلى الذي تحدثت عنه سورة النحل وتحدثت عنه سورة الروم وجاء مرسوما في هذه اللوحة الزاهية البهية في سورة النور مثل نوره كمشكات فيها مصباح هو هو هذا الذي نسلم عليه في الزيارة الجامعة الكبيرة إنهم مرآت مرآت مجمع تجليات الأسماء الحسنى بل هم الأسماء الحسنى لكن الأسماء الحسنى لها مظاهر أصل الأسماء الحسنى الإسم الأعظم 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 وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك إنما يتجلى في الأسماء الحسنى هو لا يخرج من ظل الله تلك هي الحقيقة المحمدية العظمى هي لا تخرج من ظل الله ولذا فلا صلة فيما بينها وبين الكائنات إلا عبر تجلياتها في الأسماء الحسنى حينما حينما نقرأ في سورة الأعراف في الآية الثمانين بعد المئة بعد البسملة وَلِلَّهِ 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 هذه الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا إلا بمعرفة الأسماء الحسنى هذه التي أحدثكم عنها الآن ولطالما حدثتكم عنها في برامج السابقة هذه معرفة أئمتنا وهكذا يجب علينا أن نعرف الله وهكذا يجب علينا أن نعرف محمدًا وآل محمد صلوات الله عليه إمامنا الصادق يقول بخصوص هذه الآية وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا نَحْنُ وَاللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى التي لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا هذه هي الآية الثمانون بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا إنهم محمد وآل محمد وفي الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحيم الرحمن أيًا ما تدعو فله الأسماء الحسنة وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك لا فرق بينك وبينها لا فرق بينك وبين حقائق محمد وآل محمد التي أنت خلقتها وأنت تفضلت عليها وأنت مننت عليها لا فرق بينك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك أولئك أئمة وسادتي أولئك محمد وآل محمد فهل يقاسوا بهم أحد إلى أين أنتم ذاهبون هؤلاء أئمتكم أنتم الذين تقولون نحن شيعة للعترة الطاهرة لماذا تركضون وراء المراجع الطوسيين الذين وقفوا حائلا فيما بينكم وبين معارف أئمتكم لقد أركسوكم في الحضيط لقد غطسوكم في القذارات إنها قذارات سقيفة بني ساعد لكنهم حولوها بشكل آخر إلى قذارات سقيفة بني طوسي هؤلاء محمد وآل محمد المثل الأعلى هؤلاء محمد وآل محمد الأسماء الحسنى هؤلاء لا يمكن أن يجري عليهم قانون البداء قانون البداء شأن من شؤون ولايتهم هذا الهراء الذي تتحدث عنه هذه الزيارة المحرفة هذا هراء الطوسيين هذا هراء المراجع الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ما جاء في الروايات فإما أن تكون الروايات محرفة أو أنها تتحدث عن شأن آخر أضرب لكم مثالا الفصول المختارة من كتب المفيد وهذه طبعة دار الأضواء بيروت لبنان في الصفحة الحادية والخمسين بعد المئتين هذا حديث تعرفه الشيعة وسمعت به الشيعة عن إمامنا الصادقي صلوات الله عليه ما بدى لله في شيء كما بدى له في إسماعيل يتحدثون عن أن الإمامة في إسماعيل ولكن إسماعيل توفي فانتقلت إلى الإمام الكاظم أيه راء هذا أيه راء هذا لا وجه للمقايسة بين إسماعيل وبين تراب أقدام إمامنا الكاظم أيه راء هذا إسماعيل برغم علو منزلته لكنه لا يمكن أن يقايس بتراب أقدام إمامنا الكاظم هذا وجه الله وهذا شيعي من شيعته هذا عبد من عبيده إسماعيل عبد من عبيد الكاظم شيعي من شيعته ما معنى هذا القول إمامنا الصادق هو الذي يبين لنا إن الله تعالى كتب القتل على ابن إسماعيل مرتين فسألته فيه فعفى عن ذلك وبعد ذلك توفي حتف أنفه فما بدى له في شيء كما بدى له في إسماعيل لماذا أرادوا قتله لماذا أرادوا قتله العباسيون أرادوا قتله لأن الشيعة كانوا يقولون من أن إسماعيل هو الإمام من بعد إمامنا الصادق من عند أنفسه من عند أنفسه ترهات الشيعة وترهات الشيعة موجودة في كل زمان ترهاتهم كثيرة في زماننا هذا بكثرة الفرق والمجموعات فكل فرقة عندها ترهاتها ترهات الشيعة هي التي أنتجت من أن إسماعيل هو الإمام من بعد الإمام الصادق وصل الخبر إلى العباسيين فخططوا قتله ولمرتين الإمام يقول إنني دعوت الله فرفع القتل عن إسماعيل مرتين وقد كاد أن يتحقق لأن القوم كانوا عازمين على قتله إن الله كتب القتل على ابن إسماعيل مرتين فسألته فيه فعفى عن ذلك فما بدى له في شيء كما بدى له في إسماعيل فإذا فإذا كانت روايات تتحدث عن بداء بخصوص إمامنا الحسن العسكري بخصوص إمامنا الهادي لا توجد روايات أصلا فإن البداء ليس في الإمامة وإنما في شأن يرتبط بالشيعة مثلما جاء في الروايات كاد هذا الأمر أن يكون فأفشيتم فتأخر شأن يرتبط بالإمام من جهة وبالأمة من جهة ثانية وهو في الأصل للأمة تصرف الأمة هو الذي أدى إلى تغيير الوقت والزمان وهذا يرتبط بوقت الظهور أيضا لكنه لا يرتبط بإمامنا وشؤونه الذاتية وقرأت عليكم رواية في الحلقات المتقدمة بخصوص البداء فيما هو شأن السفياني وما هو شأن قائم آل محمد وصلنا إلى فاصل الأذان النجفي نذهب إلى هذا الفاصل وبعد الفاصل أعود إليكم حياكم الله قبل الفاصل كنت أحدثكم بخصوص قانون البداء ومن أنه شأن من شؤون ولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم وهو لا يمكن أن يجري عليهم فهم المثل الأعلى وهم الأسماء الحسنى التي هي مشارق الحقيقة المحمدية ومنابع الفيض في هذا الوجود هذه الرواية قرأتها عليكم إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة صفحة 314 إنه الحديث العاشر بسنده بسند النعماني عن أبي هاشم الجعفري يقول كنا عند أبي جعفر الإمام الجواد صلوات الله عليه فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم فقلت لأبي جعفر أبو هاشم الجعفري يقول للإمام الجواد هل يبدو لله في المحتوم فقال نعم قانون البداء يجري فيه قلنا له فنخاف أن يبدو لله في القائم فقال إن القائم من الميعاد والله لا يخلف الميعاد الحديث عن القائم وليس عن الظهور مرادي وليس عن الظهور وليس عن وقت الظهور فالقائم من الميعاد وظهور القائم من الميعاد لكن وقت الظهور يكون خاضعا لقانون البداء وهذا أمر مرتبط بحال الأمة لأن وقت الظهور في جهة من جهتيه يرتبط بشأن الأمة أما أما القائم ذاتا فليس هناك من بدأ فنخاف أن يبدو لله في القائم فقال إن القائم من الميعاد والله لا يخلف الميعاد وهذا الكلام دون مضمون ما بيّنته قبل قليل من أنهم المثل الأعلى هذه الرواية تتحدث عن جهة من الجهات الجهة الكاملة حينما نتحدث عن أنهم المثل الأعلى ومن هنا فإنما جاء في زيارة الإمامين العسكريين السلام عليكما يا من بدأ لله في شأنكما هذا كلام مكذوب في الزيارة الشريفة يجب عليكم أن ترفعوا هذه الجملة أقرأوا النص مثل ما جاء في كتاب الفقيه للصدوق أو مثل ما جاء في مزار المفيد في نسخته الأصلية غير المحرفة الزيارة محرفة ومن جهة المعنى لا يمكن أن يكون هذا وبينت لكم المراد من المثل الأعلى ومن أن المثل الأعلى يكون قانون البدا جزءا من شؤون ولايته جزءا من شؤون تجلياته أعتقد أن الصورة باتت واضحة وبهذا يكتمل الجواب بخصوص أسئلة هذه الرسالة وإلى رسالة أخرى هذه الرسالة من القاهرة لا أريد أن أجيب على سؤال لكنني احتراما لصاحبة الرسالة فإنني سأقرأ جانبا منها كي أبين لها اهتمامي برسالتها جاء في الرسالة تقول هذه السيدة الفاضلة أنا تعديت السبعين عاما وعرفت تخاطبني لن أقرأ كل الرسالة سأقرأ بعضا منها أنا تعديت السبعين عاما وعرفت على يدي حضرتك الحق من حوالي عشر سنوات الحمد لله على كل حال لم يعد عندي جهد في البحث كثيرا عن أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله عليهم وسلامه ولكني أعرف ما يعرض في قناتكم الموقرة ولكن لم أستطع حفظها هل هذا يكفي خايف جدا بحسب ما جاء مطبوعا خايف جدا خائفة جدا خايف جدا من عدم رضا صاحب الأمر والزمان رغم يقيني بما يعلم ما بداخلي من فضلك أتمنى لك التوفيق وأسألك الدعاء والزيارة نذهب إلى فاصل الرسالة الثالثة في هذه الحلقة من كربلاء من العلوية الفاضلة أم محمد إنها تسأل عن منطقة في كربلاء يقال لها كربلاء وقد سمعت هذا الكلام من حديث تحدث به محمد الصادر رجاء اعرضوا لنا كلام محمد الصادر بين النواويس وكربلاء يجب هذا الشعار واضح في كربلاء قل طبعا هذا من المروريات وواضح مدينة اسمها كربلاء وهذا ينبغي أن يكون واضح لأن شون يفو بين النواويس وكربلاء يعني ليس في كربلاء قل لا هذا شعار عاش في ذهني فترة من الزمن سأل كبير أحد كبار الثن والاستطافيين من شبقان كربلاء دعم الله قل ببساطة طه النواويس وكربلاء وهو وفت كأن النواويس وكربل شنو النواويس في أحد طرفين المدينة الحالية وكربلاء بالعام سبحاند بالتوخيم اللام بالطرف الآخر من المدينة فيكون الحسين خد شلو قد دفن في وسط هات هات زي للمنطقتين أو هاتين من منطقتين هذا هو معنى ذلك أن البنطقة التي دفن فيها الحسين في ذلك الحين لم تكن مسمات بكربلاء الطف أو الغاضريات وليست كربلاء نعم كربلاء انتخذ لها من كربلاء المجاور لها فسميناها كربلاء أنا حتى فهمي هكذا وطبعا لا دالت لهذا الاسم ولكنه بالضغط لو لاحظنا الفهم القديم اللغوي فمنطقته ليس كربلاء وإنما هو حارب ودفن بين النواويس وكربلاء وليس في كربلاء وإلى الآن نسميها واقعة الطف لأن نسميها واقعة كربلاء إن شاء الله نكمل في الخطبة الآتية أقول للعلوية الفاضلة أم محمد من كربلاء إنني قد تحدثت عن هذا الموضوع في حلقتين حلقة ستعاش وسبعطعش من هذا البرنامج من برنامج أسئلة وشيء من أجوبة حلقة ستعاش وحلقة سبعطعش تحدثت عن شيء من جغرافية واقعة كربلاء واقعة الطف يمكنك أن تعود إلى هاتين الحلقتين أما كلام محمد الصدر هو كلام حر بما يتكلم وحر بما يعتقد نحن إذا رجعنا إلى النصوص وإلى التفاصيل فإن البيانات هي التي ذكرتها في الحلقتين المتقدمتين من حلقات هذا البرنامج حلقة ستعاش وحلقة سبعطعش أما كربلاء التي تسألين عنها هذه تسمية لا هي تنسجم مع اللغة العربية لا يوجد عندنا في حروف اللغة العربية الكربرة ولا حتى لغة العربية وهي اللغة العراقية القديمة هذه تسمية تنسجم مع اللهجة الشعبية العراقية وقد وقد سميت قرية من قرى كربلاء بعد واقعة الطفوف بقرون سميت بهذه التسمية فهناك قرية كانت في أطراف كربلاء يقال لها كربلاء بحسب المعلومات المتوفرة سأقرأ عليك من كتاب الأمال للشيخ الصدوق المتوفى سنة ثلاثمية وواحد وثمانين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان في المجلس السابع والعشرين هذا الكتاب قد يطبع بعنوان الأمال الصدوق وقد يطبع بعنوان مجالس الصدوق لأنه يتألف من مجموعة من المجالس المجلس السابع والعشرون في الصفحة الثالثة بعد المئة الحديث الثاني حديث معروف ومشهور عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه بسنده بسند الصدوق عن إبراهيم ابن أبي محمود من رواة الحديث عن إمامنا الرضا ومن أصحاب إمامنا الرضا صلوات على إمامنا الرضا عن إبراهيم ابن أبي محمود قال قال الرضا صلوات الله عليه إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال فاستحلت فيه دماؤنا إلى أن يقول إمامنا الرضا صلوات الله عليه إن يوم الحسيني أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلا هذه الأرض كلها يقال لها أرض كرب وبلا الطف جهة من كربلا طف على الشيء ارتفع فوقه يقال لساحل النهر طف الجهة التي خيم فيها الحسين صلوات الله عليه كانت تسمى بالطف لأنها تطف على الفرات فهي ساحل الفرات الطف يعني الساحل والطف جزء من كربلا النواويس جزء من كربلا لأن النواويس مقبرة كربلا الحسين قتل في كربلا قتل في الطف لم يقتل في الغاضريات الغاضريات قرية تقع على أطراف كربلا لكن للمسامحة نقول من أن الحسين قتل بأرض الغاضري لأن الغاضرية قرية تسكن فيها قبيلة من قبائل بني أسد هي قريبة من أرض الطف للمسامحة يقال من أن الأرض أرض الغاضريات أرض الغاضرية يقال عن أرض كربلا من أنها أرض نينوى نينوى قرية في أطراف كربلا عودي يا أم محمد إلى الحلقة 16 و17 ستطلعين على الحقائق أكمل قراءة الحديث إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء الواقعة جرت في أرض كرب وبلاء وأورثتنا أورثتنا هذه الأرض وهذه المصيبة الكرب والبلاء إلى يوم الإنقضاء وفي نسخة من النسخ فإن الإمام الرضا وهو يتكلم هذا الكلام يخاطب كربلا وأورثتنا يا أرض كرب وبلاء أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الإنقضاء إذن المعركة حدثت فعلا في مركج أرض كربلا الطف الطف مركج أرض كربلا وأرض كربلا ممتدة وماذا نقرأ في كتب التأريخ قرأت أنموذجا من أحاديثهم الشريفة وهذا كتاب المقتل والذي عنونه المقرم عبد الرزاق المقرم من علماء النجف بحديث كربلا وهذه الطبعة طبعة منشورات الشريف الرضي قموا المقدسة في الصفحة الحادية والتسعين بعد المئة عبد الرزاق المقرم مؤرخ معروف وذو خبرة عالية في كتب التأريخ وحينما يؤلف كتبه فإنه يجمع بين نصوص كل الكتب وبعد ذلك يجعلها في نص واحد وكأنه نقل من كتاب واحد لكنه في الحقيقة ينقل من مجموعة من المصادر لهذا السبب جئت بكتابه لأنه قد نقل من مجموعة من المصادر منها ما هو شيعي ومنها ما هو سني وجمع ذلك في نص واحد ولم يزل الحسين يتياسر إلى أن انتهى إلى نينوة إلى الآن لم يصل الحسين إلى كربلة في طريقه إلى كربلة بعد أن التقى بالحر ورافقه الحر لأن ابن زياد كان قد أمر الحر أن يفعل ذلك ولم يزل الحسين يتياسر إلى أن انتهى إلى نينوة وإذا راكب على نجيب وعليه السلاح فانتظروه وإذا هو رسول بن زياد إلى الحر معه كتاب يقول فيه جعجع بالحسين حين تقرأ كتابي ولا تنزله إلا بالعراء على غير ماء وغير حصن فقرأ الحر الكتاب على الحسين فقال له الإمام قال للحر دعنا ننزل نينوة أو الغاضريات قبل كربلة هذا في أطراف كربلة هاتان القريتان اللتان يوصي الأئمة الزوارة في زمان الأئمة أن يجعلوا مبيتهم وسكناهم في إحدى هاتين القريتين حينما يذهبون لزيارة سيد الشهداء فقال سيد الشهداء للحر دعنا ننزل نينوة أو الغاضريات أو شفية وهي قرية قريبة من كربلة فقال الحر لا أستطيع فإن الرجل عين علي هذا الذي جاء بالكتاب هذا جاسوس سيخبر ابن زياد بأنني أعطيتك ما تريد قال زهير بن القين يا ابن رسول الله إن قتال هؤلاء يقترح على الإمام أن يقاتل الحرة ومن معه من الجند يا ابن رسول الله إن قتال هؤلاء أهون علينا من قتال من يأتينا من بعدهم فلعمري ليأتينا ما لا قبل لنا به فقال الحسين ما كنت أبدأهم بقتال ثم قال زهير هاهنا بالقرب منا على شط الفرات زهير كان يعرف الكوفة ويعرف أرض العراق هاهنا قرية بالقرب منا على شط الفرات وهي في عقول حصينة والفرات يحدق بها إلا من وجه واحد قال الحسين ما اسمها فقال تسمى العقر فقال صلوات الله عليه نعوذ بالله من العقر والتفت الحسين إلى الحر وقال سر بنا قليلا فساروا جميعا ساروا جميعا الحسين مع الذين معه والحر مع الذين معه حتى إذا وصلوا أرض كربلة تجاوزوا نينوى والغاضريات حتى إذا وصلوا أرض كربلة وقف الحر وأصحابه أمام الحسين ومنعوه من المسير وقالوا إن هذا المكان قريب من الفرات ولا نريد منك أن تقترب من الفرات لأن ابن زياد منعنا أن نفعل ذلك وأمرنا أن نجعلك تعسكر في مكان بعيد عن الفرات بعيد نسبيا إن هذا المكان قريب من الفرات ويقال بينهم يسيرون في بعض المصادر إذ وقف جواد الحسين ولم يتحرك وهذا هو الذي حدث كما أوقف الله ناقة النبي عند الحديبية فعندها سأل الحسين عن الأرض قال له زهير سر راشدا ولا تسأل عن شيء حتى يأذن الله بالفرج إن هذه الأرض تسمى الطف فقال عليه السلام فهل لها اسم غيره قال تعرف كربلاء فدمعت عيناه وقال اللهم أعوذ بك من الكرب والبلاء ها هنا محط ركابنا هنا في كربلاء ها هنا محط ركابنا وسفك دمائنا ومحل قبورنا بهذا حدثني جدي رسول الله رسول الله هو الذي حدث الحسين من أنه سيقتل في كربلاء الأرض التي قتل فيها الحسين كربلاء والأرض التي دفن فيها الحسين كربلاء محمد الصدر غيره مؤرخون آخرون يقولون ما يقولون هم أحرار لكن النصوص المعصومية الواضحة تتحدث عن أن الحسين يقتل في كربلاء ويدفن في كربلاء وأما النواويس فهي جزء من كربلاء تقع في أطرافها إنها مقابر كربلاء وهي في زماننا المنطقة التي فيها قبر الحر الرياحي وأتمنى عليك يا أم محمد أن تعودي إلى الحلقة 16 و17 من حلقات هذا البرنامج صحيح هذا الموضوع وقع فيه اختلاف كثير لكنني حاولت أن ألخص الكلام في جوابي على رسالتك نذهب إلى فاصل الرسالة الرابعة في هذه الحلقة من ألمانيا قد لا أجد وقتا كافيا للإجابة عليها لكنني سأقرأها كي يعرف المرسل من أنني سأجيب عليها في حلقة يوم غد يبدو أن الأمر مهم بالنسبة لصاحب الرسالة بعد بعد المقدمات يقول لا أعلم مدى اطلاعكم على مجال الاستثمار في العملات المشفرة ولكن من خلال فهمكم لأحكام الكتاب والعترة ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لاستعمال خدمات العمولات الرقمية مثل التخزين أو باللغة الإنجليزية عملية الاحتفاظ بالأموال باللغة الإنجليزية في محفظتك الرقمية لدعم العمليات على شبكة البلوكشين هكذا كتبت باللغة العربية المقصود منها بلوكشين بمعنى آخر هي عبارة عن تجميد العملات للحصول مقابل ذلك على مكافآت ويختلف كل مشروع بنسبة الربح والعوائد وينصح بمراجعة الورقة البيضاء للمشروع لمعرفة كم ستكون نسبة تحصيل أرباح استيكينغ كذلك خدمة التعدين ماينينغ باللغة الإنجليزية التعدين هو صناعة وتجلب العمولات الرقمية والمشفرة بواسطة أجهزة مخصصة لذلك تقوم هذه الأجهزة بحل معادلات رياضية غاية في الصعوبة والتعقيد يتم تمويل نفقات التشغيل العملة المستضافة عن طريق آلاف الخوادم عبر العالم ما بين قوسين المعدنون بالعربية باللغة الإنجليزية التي تقوم بإدارة شبكاتهم حيث تغطي تكاليف الاستضافة بآليات مدمجة تقوم تلقائيا بتوزيع مكافآت رمزية على أجهزة الكمبيوتر الموجودة على الشبكة ما بين قوسين مكافآت التعدين باللغة العربية مائننغ ريوارز باللغة الإنجليزية جزاك الله خيرا وفي حفظ ورعاية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها سيأتيك الجواب غدا إن شاء الله تعالى بهذا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر